الاخوة والاخوات الافاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ده مقطع انا دار الناس اول شي تحضره مقطع بسيط سواني بس للصوفية في السودان بعد ذاك نعلق عليه حرم الحيتان تاقلين عليك طلال فيه حيتان وفيه كدر اقصي كل العالم مركب السيد الشيخ لحظ عليك طلال قتول حرم الحيتان تاقلين عليك طلال فيه حيتان وفيه كدر اقصي كل العالم مركب السيد الشيخ لحظ عليك طلال قتول حرم الحيتان تاقلين 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 طيب في المقطع ده صوفية السودان هم طبعا كسائر صوفية العالم كلهم دعاة شرك ودعاة باطل ودعاة بدع وضلال وانحراف عن منهج الرسول عليه الصلاة والسلام الرجل الصوفي ده يقول نحن عبيد سيد الشيخ وبس يعني ده قفل مرة واحدة كفر وقفل البلف وقلع الأضام بتاع البلف تاني ما في طريقة تفتح البشغلة دي قال نحن عبيد سيد الشيخ وبس يعني الله ذاته ما مع سيد الشيخ ذاته لو قال نحن عبيد الله وعبيد سيد الشيخ ده شرك بالله اكبر مخرج من الملة نحن لان كلامنا مش ان الزول ده ذاته تعينا مشرك وكافر ولا ما كافر لا ده ما الموضوع بتاعي لان انا موضوعي في كلام ده وعقيد ده وعقيدة السوفية ده ده موضوع هناك عشان تفهم الكلام قال نحن عبيد سيد الشيخ بس لو قال نحن عبيد الله وعبيد سيد الشيخ ده كفر اكبر مخرج من الملة لو قال نحن عبيد الله ثم عبيد فيدي الشيخ ده كفر أكبر مخرج من الملة لأن العبادة ما بتكون إلا لله وإنت ما بتكون عبد بمعنى العبودية المطلقة دي إلا لله سبحانه وتعالى والدليل ربنا قال إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا فالناس عبيد للرحمن لله سبحانه وتعالى لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فرداء وغير من آيات القرآن الكثير جدا إن الناس عبيد لأله يا ربنا ما خلق الجن والإنس إلا أشان يكون عبيد له قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الرسل كلهم ربنا ما رسلهم إلا أشان نعبده براو وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون فالزول ده لو كان قال نحن عبيد الله وعبيد سيدي الشيخ ده كفر أكبر ما بالك ما أخذت الله ذاته قال يعني الله ذاته ما عنده قال نحن عبيد سيدي الشيخ وبس وخد بالك ده ما عقيدة الزول ده بس تقول لي ده والصوفية الملتفين حوله ده عقيدة جميع الطرق الصوفية لأنه أكبر صوفي بالسودان وأشهر صوفي بالسودان شهروا الجبهجية والكيزان ونشروه في جميع السودان هو البرعي بلا منازع عند الصوفية البرعي الأصل للعقيدة دي لعقيدة عبودية غير الله وإنك تعبد المشايخ قال البرعي في كتاب ديوار رياض الجنة ونور الدجنة للشيخ البرعي كتاب متفق عليه معروف حقه وماضي فيه وموضوع منتهي ما ألي في السوق قال سلم لقومك ثم كن قومك يعني صداء شياخه كما في القصيدة مشايخ الصوفية سلم لقومك ثم كن عبدا لهم ثم كن شنو عبدا لهم واخشاهم دوما كخشية ضيغمي تكون عبد للشيخ وتخشى الشيخ ما تخشى الله ربنا قال إنما يخشى الله من عباده العلماء لا 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 عند البرعي لا 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 تكون عبد للشيخ وتخشى الشيخ ما تخشى الله سبحانه وتعالى والاتنين دوما كل واحدة فيهم شريك أكبر مخرج من الملة إذن شيخ الصوفية هم العلموا الدرويش ديل الكلام ده هم العلمهم وأصلوا لهم الكلام ده وقالوا لهم نحن الآلهة ما الله زي ما قال شيخ القادرية ودماما عبد القادر الجيلاني لأنه داك ما عنده قضية بالصوفية لكنهم ما تلصقوا في وساكن لكن شيخ القادرية هنا دا في البلد دي في كتاب الفيضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية قال أهنا الواحد الفرد الكبير بذاته شان ما تقول لي والله مجازا ولا ولوا بتعástه صوفية دي قال لي يا ذو الزات أنا الواحد لاحد دا أنا ذاته الواحد الفرد الكبير بذاته أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة يعني مع الله الواحد دا الفرد الكبير دا شيخ الطريقة دا مع الله وربنا قال قل هو الله الله أحد ما شيخ الطريقة أحد قل هو الله أحد الله الصمت لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فده منهج التصوف وده سبب البلوة في البلد وفي جميع العالم سبب البلوة الشرك والشرك نشر الصوفية والشيعة الرافضة نحن لكن في السودان يوم بلوتنا الصوفية أكبر بلوة عندنا هم من نشروا الشغل في البلد وفي العالم نشروا الشرك بالله وكان بسبب نشرهم للشرك بالله اتمحقت كثير من البركات وجاع الناس وضع الاختصاد وضع الامن وانتشرت الحروبات لأنه ربنا قال إذا فيه شرك شرك ده أظلم الظلم لو فيه شرك اللي هو ظلم وأظلم الظلم ما بيكون في أمن ولا طمأنين ولا هداية ربنا قال كده ربنا قال الذين آمنوا يعني وحدوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون يعني إذا فيه شرك اللي هو الظلم ما بيكون في أمن ولا بيكون في هداية وده الحاصلة الليلة شوفوا يا ناس والله لا مدنية تنفعكم لا ديمقراطية تنفعكم لا مركزية تنفعكم لا علمانية تنفعكم لا ثورات تنفعكم بانفعكم التوحيد وتحربوا الشرك والعلمانين القاعدين يدجلوا في الدين والصوفية القاعدين يتاجروا باسم الإسلام يا أخي كل شيخ طريقة يقول لك أنا ودى النبي كيف يعني بس كل النسب ده بس راجع لي قريش ما في قبائل تانية كذبين كذبوا على الناس زي الكذب الاسم الجفري ذات عرفتها يجي يتكلم للناس يقول لهم ونحنا قال العم اللابسة دي قال دي زاتة قال لابسة الرسول صلى الله عليه وسلم يا كذاب يا محتال العلماء قالوا ما في شيء من آثار النبي صلى الله عليه وسلم موجودا أبدا لا سيف لا شعر منه لا عمة لا قميص دا كله كذب الموجود في مصر والموجود وين في متحف تركيا والقاعد يجيب الصوفية هنا دا كله كذب دا رين يأكلوا بيو مال الناس واحد يجيب صوفة يكون قاطعة من ضنب حسان ويجي يقول له الله دي شعر النبي صلى الله عليه وسلم النسوان يجير من لي والدهب يقوم لي بي كم كيلو دهب والرجال المولي المليارات ويمشي يشتري العربات ويزوغ يطفش بعد شوية بيشاعر بس كذب كله كذب في كذب والصوفية عايشين على الكذب على الله عز وجل والكذب على المسلمين النقطة الثانية قال قال علي الطلاق اها انت شيخك علمك شنو علي الطلاق علي الطلاق دي بعض العلماء عدوها حلف بغير الله وبعضهم عدوها نزر فكل باطل يا أخ لو بيقدو ولا بيقدو ما بيستقوله أصلا ولو كانت شوفوا لو فرضنا جدلا إنا لا حلف حلف بغير الله ولا نزر ولا غيره هي برضو ما بتجوز لما روى ابن ماجة في السنن في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم طلقتوا راجعتوا طلقتوا راجعتوا أيلعبوا بحدود الله وأنا بين أظهركم فشوفوا النبي عليه الصلاة والسلام في الحديثة ورننا مسائل منا اثنين الشاهد بتاعنا المسألة الأولى إن الطلاق حد من حدود الله المسألة التانية إن زول البقول طلق طلق رجع كتير ده ده لعب بحد من حدود الله اللي هو الطلاك فالبيح له بالطلاك البيح له بالطلاك كتير ده ده أجل ما فيه من مبسدة وحرمة إنه لعب بحدود الله سبحانه وتعالى لكن صوفي جاهل وكل الدراويش بتاعنا الصوفية جهلة لأنه ببار الشيخ عشان يرقص في النوبة يهز نصه وحاجات تانية كيف وينطط في النوبة ويقع في التراب ويلحس التراب ويشرب مويت الشيخ يا أخي في واحدين بيأكلوا براز الشيخ والفيديو قاعد أولاك تقول ما فيه قاعد موجود عندي بيأكلوا براز الشيخ برازه وفي واحدين تانين بيشربوا العفن العفن بتاع كرعين الشيخ لمن يغسله يقولوا دي بركة دي بركة يا ناس ده عفن وسخ وده ما من الدين ولا النوع ده من التبرق جايز ده كل شرك بالله أو وسيلة للشرك بالله وكله حرام وكله باطل فالناس اتقوا الله سبحانه وتعالى لكن شيخ صوفي ما أعلمك الدين شكية ده عمل فيها درويج بتاع الشيخ ويحلب بالطلاق قال عليه الطلاق أنا لو مركت من سيدي الشيخ لحظة أتوه حرم الحيتان تاكلني حرم ده محظوره تاني كمان لكن شوف الأكبر منه والمحظورة الأكبر منه قال له أنا لو مركت من سيدي الشيخ لحظة الحيتان تاكلني حرم الحيتان تاكلني يعني معنى الكلام إن هو قاعد في حفظ وصيانة الشيخ لو زحى منه بجوى المصائب والبلاوي وطبعا معلوم معلوم حتى عند الكفار الأوائل إنه اللي يحفظ الله وحده لا شريك له ما معه لا شيخ لا ولي لا غيره لأنه ربنا قال فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين والكفار الزمان عارفين اللي يحفظ الله شاكده لما نركبه في الفلك في السفينة ده الكفار من قريش ودارين يغرقوا بنادوا الله براه لأنه عارفين اللي يحفظ من الغرق الله ربنا قال عن الكفار مشوف ما عن المسلمين الأيدي بتحكي عن الكفار فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون آخر نقطة قال ودي طبعا نقطة غريبة جدا قال أنا إيماني في سيدي الشيخ واسع سبحان الله الإيمان يعني إيمان بمعنى الإيمان المعروف ده ما يكون إلا بالله سبحانه وتعالى تؤمن بالله شاكده لما نجد جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام قال ليه أخبرني عن الإسلام فأخبره فقال أخبرني عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره ده الإيمان ده أركان الإيمان الستة فإيمان بالشيخ ده ده ما فيه وده الشرك بالله سبحانه وتعالى فده منهج التصوف وآخر رسالة للسودانين وجميع العالم دارين الأكل ده يجيكم وتأكلوا من فوق ومن تحت والبركات والاقتصاد الصلح لأن الناس الآن هم أغلبها في الأكل والشراب والدواء والآخرين لو دارين الشغل ده الصلح حاربوا التصوف لأن التصوف هو النشر الشرك بالله وهذه أدلة يخي نحن بيجينا نجيب مقاطعهم كلامهم من جوه بنجيبه كتبهم بنجيبه كلامهم من جوه الزلايب العفنة بتاعتهم بنجيبه ننشره للناس نبين للناس إنه نزل دعاة شرك ودعاة كفر ودعاة إلحاد لكن بإسم الإسلام للأسف وبإسم الولاية وبإسم الصلاح وبإسم الصالحين والأولية ومحبة النبي زوراً وبهتاناً يركبوك في الشرك بالله والكفر بالله فاتقوا الله يا ناس وتوبوا قبل ما تلاقوا ربنا سبحانه وتعالى وده المرض الآن في ناس بيموتوا به والله الموت قريب وغتقا بالربنا قريب تق الله سبحانه وتعالى وتوب أول حاجة أول شيء تتوب من الشرك تعصوا في يد البنشور هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه